أسعد اللهم سأكون مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في عادة جديد من برنامج خارج استيديو في العادة الثاليوم راح نعرفوا وش يقول المواطن الجزائري للجيش الشعبي الوطني نشكر كافة جيش أطراف الجيش الشعبي الوطني وعلى أسهم القائد الأعلى قوة المسلحة السيد الرئيس تبول وفريق شنقريحة وكذلك نشكر الجيش الشعبي الوطني اللي صار يوظف كافاءات في ميدان العلوم التكنولوجيا اللي يساهم في تطوير كافة الترسان العسكرية والعاتد العسكري وكذلك الكافاءات في مجال الذكاء الاصطناعي في تطوير الترسان العسكرية ونوجه كلمة كافة الزوالة للجيش الوطني اللي عم بيعسوا في الحدود وصاهرين على راحة المواطنين نشوف احنا الآن نشوف المواطنين هم يضوروا بكل حرية هذا نتيجة الجهود المبدولة على الحدود سواء في الحدود من طرف حدود ليبيا أو حدود المغربية اللي نعاني كافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة نشكر كذلك كافة الأسلق الوطنية الأسلق الأخرى اللي راهي تتضامن في هذا المجهود اللي هي الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني وهدي يوم نشكر كافة الزوالة اللي راهم صهرين على راحة المواطنين والأمن السلام عليكم وحمد الله وبركاته نشكر الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى العزيزة عليهم والغالية علينا لأنهم يعملون من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ونشكرهم من الجنوب إلى الشرق إلى الغب إلى الوسط إلى الصعراء ونقول لهم حافظكم الله وسطركم الله ودنتم أنتم تخدمون البلاد فنحن في عزة وقرام ونتمنى لكم كل من كان يتمنى أن يلقى أهله بخير إن شاء الله يلقاهم والصيف الكريم وكل عام والجزائر في عزة وقرام مهما الجيش واقف مع الشعب فالشعب مع الجيش والجيش مع الشعب شوفي حقهم في قلوبنا حقهم قم يتعوضش ميدهتا واحد حقهم في قلوبنا كما كانوا شهادنا في مبكري نفس اللي قالت يا بنتي مع الشهادة أنت وعنا نفس اللي قالت يا بنتي بالنسبة لجنودنا الجنودنا الوطن الجزائري تحية كبيرة 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 لهم ربي حافظ عليهم كما ما حافظين علينا سمعتين بنتي ربي حافظ عليكم مولداتي مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم كانت معكم حسيبة بغداد باي مرسلة قناة زاير تيوب من مستغنم